يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى قهوة وجرنان كل الصحف ودون استثناء تحدثت وعلونت بالبنطية العريض فضيحة طريق السيار شرغرب بل اختلاص الخليفة فضيحة القرن البسيار الكنان والمحاكم هذه الأيام هي الوجهة الأولى للصحفيين ورجال الأعمال والمصطلحات المتداولة هي اختلاص تهريب رشوة فساد شهود واتهامات والقائمة طويلة الشيء الأكيد والمؤكد أن قضايا الفساد ستنتهي داخل المحاكم لكن السؤال هل ستنتهي خارجها ألن يعود في المستقبل خليفة جديد وفضيحة قرن جديدة ماذا تغير بعد كل هذه الفضائح ماذا تغير على مستوى التشريع ماذا تغير على مستوى المؤسسات وماذا تغير على مستوى الممارسة إذا قلنا عفى الله عما سلف فيجب أن نقول أيضا ماذا خلف هل توجد إرادة سياسية اليوم لتغيير الممارسات التي أساءت لصورة البلد سؤال مطروح أين رجال السياسة من قضايا الفساد لماذا لا نقول رجل السياسة معناها نقول رجل السلطة رجل المؤسسات هل توجد النية والعزيمة للذهاب نحو المستقبل لأن هذه الممارسات تجعل الأفق مظلم وغامض نحو المستقبل وظيفها اليوم ورئيس جبهة المستقبل السيد بلعيد عبدالعزيز مرحبا بك معنا شكرا لقبولك دعوتنا السيد بلعيد عبدالعزيز كل الصحف سيد بلعيد تتكلم على قضايا الفساد وقلنا أن رجال إعلام وجهتهم هذه الأيام هي المحاكم لكن رم ما حسب احتقادي أو احتقاد الكثيرين أن رجال السياسة في هذه الفترة سيد بلعيد لم نسمع أنهم يبدي رأيهم كثير في هذه الأمور التي يصري الآن في المحاكم في قضايا الفساد بعدها بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتكلم على قضايا أخرى لتهم البلاد بين البلاد كيفية توحيد جهودنا كلنا من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية من هذه الأزمات وهذه المشاكل للأسف كل يوم في الصحف متعنا الوطنية في الإعلام متعنا نتكلم فقط عن الفضائح والفساد الموجودة عندنا في الجزائر بطبع الرجل السياسي يتابع كل الأشياء ولكن قضايا الفساد في الجزائر لأن تسيير والنمط تسيير في الجزائر يجب كل الناس يغلطوا لأن لو كان هناك ثوابت كثير الأمور تمشي عادي لأن لما نتكلم على تسيير المؤسسات الأمور تمشي عادي جدا للأسف النمط تسير وكيف يتسير بنوكنا صفقاتنا خلت الناس تلعب وخلت الإرادة على الإنسان هي التي تتغى على الإرادة القانونية فرجل السياسي ما يتبعش حقيقة العمق تعلق القضايا الموجودة خاصة القضايا الاقتصادية والصفقات وكل هذه الأشياء لأن أول ما كانش فيه إعلام كافي بكل القضايا الموجودة وخاصة لما تكون كثير من القضايا اللي كانت في الفساد هي اللي فاتت بدون إعلان عن صفقة وطنية يعني كما يقولوا وهذه اللي تخلي أشياء كثيرة تمشي بدون إعلام إعلام الناس وبدون متابعة الناس ثانيا إن كثير من المشاريع هناك مجالس منتخباء لما يكون مشروع على مسؤول مجلس البلدي فيه نقاش وفيه حوار مجلس البلدي فيه قضايا اللي تفوت على المجلس الولئي وقضايا وطنية اقتصادية اللي تفوت على المجلس الوطني يعني هناك أليات عن طريقها هذه أليات كانت أليات قانونية كانت أليات يعني تشريعية هذه الملفات اللي رأي الآن في المحاكم ويفق وجهة نظرك هي ملفات عادلة ما عندها خلاص حنا حكمنا عليها أنها ملفات فساد ما تدخلش إطلاقا في إطار الصراع السياسي أو إطار تصفية حسابات والله الوحيد اللي يقدر يعني أكد ذلك هي العدلة ونا دايما نمن وهذه كلامي أنه لابد أن نعمل من أجل أن تكون عدلة مستقلة وهذه العدلة يعني تدر العمل تحى على أحسن ميورام حنا في الحقيقة ما نقدرش نحكم على شيء إلا أن يثبت العكس فالعدلة قضايا كثيرة رأي الآن موجودة في العدلة وحنا نتابع بطبعا طريق الإعلام التطورات اللي كنا ولكن ما عندنش ملفات باش نقدر ندير بعض تقول العالم سيد بالعيد لما نقرأ الصحف نلقوا المتهمين هم يا رجال مال يا رجال أمن يعني لكن الآن ما شفناش الرجل السياسي الرجل السياسي في جزائر نظيف ولا خارج مجال تغطية أنا نظن ما نقدرش نقول لواحد نظيف ولا موش نظيف وما نقدرش أيضا لفق اتهامات لأي واحد حتى لما نتكلم على رجال الأمن رجال المال رجال الأعمال لأن في العمل الاقتصادي لا نقصد رجال السياسي سيد بالعيد ما هم مش في الواجهة في عز قضايا الفساد رجال السياسي في الواجهة ليس بالضرورة يكون متهم يكون يعني يتحدث على قضايا الفساد يعرف في القضايا الفساد ما عندها ما شفناش رجال السياسي يتحدثوا كثير في هذا المواضيع ولكن ما تقدرش تتهم لما تعرفش ميلف وما كش دارس ميلف وما عندكش المعطيات الموجودة ما تقدرش تتهم فمثلا نعطيك مثال الأخت الأميرة العامة لحزب العمال لنحييها من المواقف تحديد دارته وسؤلت رحته قتلي لا في الصحف قالوا أنك انتصرت لعصيرة التقافة على حساب الوزا حنون هذا ما قالت الصحف قلنا في صحف أنه سيد بعيد ينتصر لوزيرة التقافة على حساب الوزا حنون الصحف متناقضة لأني نحييت المقتحة والشجاعة وقلت كل القضايا هذه تمشي العدالة والعدالة الوحيدة هي التي تفصل وانا قلت إذا كان فيه مسؤول سياسي أو رئيس حزب أو برلماني أو حتى مواطن عادي يرفع الدعوة ويقول عندي ملفات فالعدالة تتحرك ويكون فيها تحقيق لكن بعض يارا حنون اسمح لي سيد بالعيد يعني لعبت دورها رجل سياسي نعم وانا حييت حييت الموقف عدالة هي التي تحكم أنا حييت حييت الموقف انتحها وانا طالبت أن العدالة تتحرك لما رجل سياسي أو رئيس حزب يعلن على أشياء وبرلماني يعلن على أشياء فهناك مؤسسة هي العدالة هي الوحيدة التي تقدر تتحرك هي الوحيدة التي تقدر تتحقق وهي الوحيدة التي تقدر تفصل وبعيدا عن شكون المتهم وشكون المليحة هذا الإطار مليح في الجزائر نحن بالنسبة لها مليح أن يشوفوا نواب برلمان يسألوا الوزيرة بعيدا عن إذا كانت الأمور حسابات وشكون المتهم وشكون البريء البادرة في حداتها مليحة سيد بالعيد نحن بالنسبة لنا لما تكون قضايا كما هذه لابد أن تكون فيها مؤسسة لتحرك والمؤسة الوحيدة صحفيين يقولوا لي هل أنت مع الوزا ضد الوزيرة أو مع الوزيرة ضد الوزا هذا منطق غير معقول نحن بالنسبة لنا هناك عادلة يتفصل نحن بالنسبة لنا كيفية تسيير أموال الدولة بطريقة عقلانية وكيفية أيضا قمع كل هذه التجاوزات وهذا الفساد لنا يومين نقرع عليه في الصحف وهذا ما تكون إلا بقانون قانون ردعي من العدالة وأيضا نبتعد على هذا يعني كما قلوا اللامبينيتي اللي كان في الساحة الاقتصادية وهذا مش معناه أننا نصف حساباتنا أيضا مع الإطارات اللي راي تسير في الاقتصاد الوطني لأن كثير من الإطارات الثانية ظلمت بطرق أو بأخرى وخل لأن القوانين نتعنا ما كانش وضوح وأيضا في الجامع الاقتصادي هناك وصايا كثيرة لتحرك فهناك قانون واضح ولكن الأسف عن طريق الهاتف وعن طريق الأوامر يعني في كثير من الأحيان الشفاهية تمشي الكوادر تعنا لتتكسر فلابدأ أن الجامع الاقتصادي أنه يمشي بطريقة واضحة ويمشي بقانون واضح ونبتعد عن كل ممارسات تعالضغط وعن ممارسات هذه القوانين خارج القانون تأثرت نقطة مهمة سيد بلعيد تكلمت على الجانب الاقتصادي سنعود لها بعد الفاصل مشاهدين ابقوا معنا سنعود بعد الفاصل عودة مجددا مشاهدين دائما نذكر بحلقتنا اليوم مع سيد بلعيد عبدالعزيز الرجل السياسي وقضايا الفساد شاهد ما شاف شي حاجة لأنه الكثير يقول أنه رجال السياسيين غائبين في هذه الفترة المهمة سيد بلعيد تتكلمت على الجانب الاقتصادي الكثير من الأطروحات الآن تقدم على أنه هناك رجال أعمال هناك ناس عندها المال يعني كونة هذه الأوليغرشية الفئة القليلة التي رأي القوانين تصب في صالحها المشاريع تصب في صالحها ما شناش رأي سيد بلعيد عبدالعزيز في هذا العمر نحن تكلمنا كثير على هذه القضايا التي موجودة في الساحرة الاقتصادية نحن الآن نرى في سوق مفتوح اقتصاد السوق ومن المفروض أن تكون قوانين الاقتصادية قوانين اللعبة الاقتصادية تكون واضحة للناس كامل الإنسان اللي يخدم باش يجيب أم بلوس لبلاد مرحبا بإمكانياته المالية بأفكاره بتكنولوجيات بمعارف جديدة مرحبا وقلبه مفتوح واللي غنى ربي يغنى في الحقيقة الإنسان لما يشتغل ويكون بقوة لا 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 اقتصاد مفتوح لكن الدولة بهم ما رأي سيد بلعيد اسمح لي الآن المشكلة اللي كان هو لا كنقول البن فتوح الآن تكلم على الظوابط طرق قوانين الجمهورية الآن الظوابط هذه الظوابط اللي موجودة اقتصادية لحماية الاقتصاد الوطني لحماية خيرات هذا الوطن وأيضا ما يكونش إجحاف في حق الآخرين لأن ممكن واحد يتسلط بعلاقاته بعلاقاته مع مع السلطة ومع بعض الوزارة يبقى يستعمل في هذه العلاقات بش يستثمر سيد بلعيد صريح سيد بلعيد الموجودين على الساحة ربما هم قلائل يتعدوا على الأصابع في رأيك يامي خدموا في هذا الاتجاه لا احنا نقول لك لا هذا كل واحد اللي يستثمر في المال يحاول أنه يأخذ مساحة أكبر كل واحد يحاول أنه يأخذ أكبر قسم المال ولكن الطريقة اللي يأخذ بها والطريقة اللي يعمل بها والكيفية اللي يعمل بها هذا والإشكال لما تكون الناس كل على خط يعني سواسية أمام القانون وأمام كل السفقات واللي يقدر يدي يدي مرحبا به أما لما تكون تلاعبات نحن خمسي سنة ونغلقين البلاد ما اللي يفتحنا يدوها شخصين سمعني لما تكون تلاعبات وخاصة لما تكون رجال أعمال اللي يدخلوا للعمل السياسي واللي يبدأوا يستغلوا نفوذهم المالية في داخل العمل السياسي ويتبدأ في شراء الذمام وتبدأ في فضائح اللي في الحق هي غير معلنة ولكن في بعض الشخصيات سيسي تكلمت فهنا ندخل في باب خطير جدا وهو أن هذه الإموال عوض أنها تدفع بالاقتصد الوطني عوض أنها تحرك الماكينة تكسر الاقتصد الوطني وتعرق النمو في البلاد أيضا لكن سيد بلعيد سمح لي أين هم أنت يعني تربيت في شبيبة الجزائرية وفي الأفلان ويعني ربما أنت من التيار الوطني سيد بلعيد والرهم الآن اللي يدافع على المقاومات المقاومات الوطنية للجزائر مع أنت استقلال شعب واحد يعتمد تقريبا يعني معدناش الطبقية البعض يقول أنه هذو رجال الأعمال رام يمشون في وحدة التيار يخلقونها مثل مصر ومثل بعض الدول يشفناها فيها طبقية وفيها جهة غنية وفيها المال في السياسة تخلب قوة معدناش التيار الوطني يراوي دافع المقاومات والمكتسبات نحن دائما ندفع على الطبقة المتوسطة وندفع بطبع على وحدة التراب الوطنية ووحدة الشعب وكيفية أنه يكون توزيع عادل خيرات البلاد على كل شعب للأسف نحن ماشيين في هذا الطريق الذي تكلم عليه أنه نماشيين على طريقة مصر وتونس والمغرب أنه يعني تنشأ كتلة لفيدها تسعين أو ثمانين في المئة كامل الشعب نحن ماشيين في هذا الطريق ماشيين في هذا الطريق لأن كل الظروف الآن تسمح لهؤلاء لكي يمشون في هذا الطريق ظروف اقتصادية ظروف قوانين التي في الحقيقة كسرنا كل القوانين موجودة طيب والأمر في القوانين لا يوجد علاقة بالحكومة البعض يقول مثلا الوزا حنون تقول أنه لا الأمر عنده علاقة بوزراء ضعاف في الحكومة مع أنتها وزراء هما نتكلم عن الوزارة يعني بكل سراح لما نتكلم الآن في دولة ديمقراطية في دولة نامية في دولة تطمح للأمام ندروا انتخابات شريعية وفي الأخير جي حكومة يسميها حكومة تكنقراطية فحكومة الآن السؤال يطرح كل وزر من جاء كل وزر من جاء هل جاء من حزب هل عنده نظال وراه هل عنده دعم وراه شعبي هل عنده كل وزر من جاء فهذا الوزير هذا الإسقاط تفهم الطريقة اللي رح تسير بها هذه المؤسسة أو هذه الوزارة فكل الوزارة نسميهم حقا تكنقراطين ما رحوا جابهم من الجامعات جابهم من مؤسسة مختلفة إداريين يعني لا أمري جابهم لا كيفية أنهم جاءوا كيفية تم اختراء اختيار هؤلاء الوزارة لأن لما كنوا في حزب لما كنوا في حزب وكانتخاب شعبي وخرجوا في البرلمان هناك اختيار عادي من الشعب أو من المناظرين تلك الحزب لكن ربما الأساس أنه كان هناك سراعات كبيرة في الأحزاب سياسية سيد بالعين لا سمح لي سراع هذا عادي في الأحزاب سراع عادي في الأحزاب الآن هذا الوزارة اللي جاو الوزير اللي عنده خلفية سياسية يعني فيها صراع سمح لي التسيير الاقتصادي مستحيل أنه يكون خالي من أفكار سياسية مستحيل أنه يكون ما يكونش دعم سياسي لأي عمل اقتصادي أو عمل ثقافي أو عمل اللي نشوف فيه الساحة الوطنية لكن أنتوما ما عليش نأخذ ميتات جبهات المستقبل أنتوما ما حابتوش تشاركوا في الحكومة لا ولكن كيفاش نشارك هل نشارك يعني دي ماريونات في دخل ساحة سياسية هكذا لابد أن يكون مشروع واضح يكون أفاق يكون خاري التعمل كيفا كيفا نمشيو لو كانت حكومة سياسية نعم سنشارك وهذه قلتها لما تكون حكومة سياسية من مختلف الأحزاب من أجل حكومة وطنية من أجل تصدي لكل هذه المشاكل الموجودة نعم نحن نشارك لأن لو كانت نشارك تعطى برخيانا نحن نبني بلادنا ولكن بالطريقة اللي وضحة لنا والشعب تقصد الفترة الآن هي فترة حكومة سياسية سيد بلادنا أما لو نجيو عليش قولي تقصد الآن فترة تقصد لين تحديات تقصد أن الفترة الآن هي فترة حكومة سياسية أكثر من حكومة تكنقراط والله هذا سؤال ممكن ترحول أسلحة من البلاد لما ليش وجهت نظر وجهت نظر حزب المستقبل لأن ما كانش منطق ما كانش منطق المنطق في العمل السياسي لأن في الجزائر المشكل لكسر كل الأشياء أن ننتظر منطقيا الأشياء السياسية تكون والأقتصادية كل عكس فحكومة عوض أنها تأتي من الأغلبية أو تأتي من الأحزاب أو اتفاق ربعة خمس أحزاب يديروا حكومة ويمشيوا ببرنامج واضح أمام الشعب بأفاق واضحة وبخطاء اللي احنا نقدر نحاسبه لأن وش تحاسب لأن لأن حتى البرلمان هل هناك يعني برنامج واضح بي 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 نحن الآن نران نمشي ونكون مثلي برايش كل مرة كين ثغراء نحاول أننا نسد هذه الثغراء نحاول أننا نسير يوميا مكاش نظرة استشرافية حقيقية والمشاكل التفاقم كل يوم وأيضا الاقتصاد لازم يكون وضوح نحن لما نقول الرجل السياسة ما نحن في علاقة بالاقتصاد لأنه ما يتكلمون لأنه ما كان وضوح وفي كل الدول الآن المتقدمة كان فيها إحصائيات وكان فيها وكان فيها وواضحين وكان فيها وكان فيها لتقدر تشوفهم نحن ما كان ولا شي حتى الأرقام التي تمدل الحكومة تختلف من الوزير الوزير حتى الأرقام التي جئنا جئنا أرقام يعني متضاربة لأن في كثير من الحيان يقلصوه ويقول لي نف بورسان ويبورسان دي بورسان وفي الحقيقار تشوف العام كباره فهذا الأرقام وهذه الأحصائيات وهذه النظرة الواضحة التي تخلي نحن كسياسيين أننا نخذ مواقف واضحة لما تكون الأمور غامضة السياسي أيضا يكون غامض من موقفتها طيب سيد بالعيد نعود بعد الفاصل مشاهدين لا تذهبوا بعيدا نعود بعد الفاصل عودة مجددا مشاهدين سيد بالعيد كثير الآن يتساءل على حزب المستقبل ظهر بقوة في رئاسيات 2014 الآن حزب المستقبل موش ظهر كثير في المجال الإعلامي لا يظهر في المجال الإعلامي ولكن موش بالطريقة لجفاكة إعلامي نحن في الميدان لأن هناك عمل تنظيمي حزب عنده ثلاث سنين من التأسس ولا بد أن تكون عنده قاعدة نحن رأينا في العمل تنظيمي في الولايات الأسبوع اللي فات نصبنا لجنة الوطنية للطلبة والشباب على سمانتين عندنا ندو وطنية للمرأة وفي حركي أنا الأسبوع هذا ماشي الولايات بسا سوغاراس قلمة الأسبوع المقبل نكون في النعامة في البيض في وليات كثيرة رانا في إطار العمل حزب المستقبل ويفكر في المستقبل سيد بلعيد بطبع نفكر في المستقبل وما نقدرش نبني المستقبل بدون أرضية قوية تعمون ناظرين بدون أن نهيكل كل البلدية على المسوطانية وإذن بدون أننا الرعي الجلية في الخارج لأننا أيضا مناظرين على مسواء كل دول وين موجودة جلية بقوة فالمستقبل الآن نبنيه فيه بطريقة عصرية تحزب متمسك بين أعضاؤه في كل ولاية سيد بلعيد كثير الآن من الأطرحات السياسية يتناولها السياسية البعض يتحدث على الانتخابات الأسياة المسبقة البعض يتحدث عن حل برلمان البعض يتحدث عن ربما تعديل الدستور وحكومة جديدة أي رؤية سياسية يا رأس سيد بلعيد لو نتكلمه عن هكذا من جانب المستقبلي وما رؤية سياسية تشوفها المنائمة سيد بلعيد بالطبع لما نمشي أحسن سيناريو يعني أحسن سيناريو أحسن سيناريو هو أننا ندير حكومة إيطلافية تأكل القوى السياسية الموجودة ببرنامج واضح ببرنامج تكتب سياسي ببرنامج استعجالي ونمشي لحل هذه المشاكل الكبيرة للشعب الآن رأي منها وخاصة قضية الشغل قضية الساكن قضية أساسية لممكننا نحلها بدون هذا الاتلاف ليوحد جهودنا ويوحد القوى الوطنية الموجودة على الساحة مستحيل أنها حكومة بمعزل على هذه الوحدة أو حزب وحده أنه يقدر يحل هذا المشكلة سيد بلعيد الآن لما نشوف ما يحدث الآن وكأن السلطة يعني خاضية المسافة التحل معارضة خاضية المسافة يعني لما تتكلم أنت على اتلاف الاتلاف نظريا ممكن لكن لما نشوفه على الساحة ما يظهرش هذا الاتلاف كل واحد حاكم الموقع التعوي ينتظر الآخر يدير الخطوة الأولى لا لما نتغلب على الأنانيتان ونشوف المصلحتها البلاد ومصلحتها الشعب ممكن كل أمور نتوحد رك تشوف دول يعني دخلت السراعات حتى بسلاح وفي الأخير جاءوا لطاوية المفاوضات وكونوا حكومات ركنا نشوفه جيرا يعني فقط وين توصلوا كما تونس بالإزمة تحا وصلت إلى حكومة وراهي ماشيا في مصر وماشيا في ليبيا أيضا أن كل جهود تتوحد باش يوحدوا فأنا نظن أن لو كل واحد فينا يشون مصلحة العامة ويشون مصلحة الشعب ونوحده جهودنا ممكن أننا نكون قوة وصحيح أن مناظرين من حزب المستقبل بن فليس قال أنه لما يلتحقوا به مناظرين من حزب المستقبل يلتحقوا به حزب بن فليس والله هذا شرف كبير لنا أن جبهات المستقبل تكون في هذا المستوى أن الآن الاهتمام أحزاب بمناظرين جبهات المستقبل يمشيون. أنا أقول لك باللي إحنا جبهات المستقبل لا أكد أن هذا الخبر صيد بالعيد. هذا ما كانش منه لأن إحنا جبهات المستقبل عندنا 900 منتخب اللي جبناهم في الانتخابات السليفة الآن رأنا فيه أكثر من 1700. إحنا عمرنا إلى شهرنا عندنا بلديات كاملة استقالت وجدت معنا من حزاب مختلفة عندنا إطارات من الأحزاب قيادين من الأحزاب ولكن عمرنا إلى شهرنا لأننا نشوفه لهذا عمل سياسي وما لازمش الواحد يحاول أنه يلعب بهذه الأمور في السياسة هي بنظافها السياسة هي بالأمور اللي واضحة للناس التلعبات في السياسة أو الإنسان اللي يحاول أنه يغش في السياسة مستحيل أنه يوصل لأن عندنا مثال شعبي يقول المرأة الخائبة تقول بي سحور فكل واحد في طريقه والشعب هو الحاكم ونقول لك أن تاريخ يسجل وقاضية كثيرة راح أتباني في المستقبل وكل سياسي كل شخص كل فئة كل كتلة راح أتباني على حق عن الشعب الجزائي طيب قولي فقط سيد بالعيد اليوم محاكمة الخليفة وش ينتظر سيد عبد العزيز بالعيد رئيس جبل المستقبل من محاكمة الخليفة والله ننتظر أنها تتوضح الأشياء للشعب وتبان كيفية أموال الشعب الجزائي راحت وليدر شي تحسب عليه واذا هو القانون شي لدر شي تحسب عليه وأيضا ما كانش ما كانش لابد أننا نمشي في في بلادنا ما كانش ناس كما سميته منا لازنتوا شاب كل واحد لدر شي تحسب عليه قانون فوق الجر غير كبير لأن لما نطبق القانون حقا بكل ما فيه كل إنسان يتحاسب على الفعل اللي قام به وهذه ترجع المصداقية للجزائر وترجع المصداقية للشعب وتكون ثقة بين كل مواطنيين حتى الشعب يرجع المصداقية بطبع بالعيد الكثير في قضية موريطانيا اللي شفناها نقلتها أيضا صحف دولية قال بصريح العبارة حتى موريطانيا أصبحت تجرأ على الجزائر نحن بطبع موريطانيا دولة ما نقدرش أننا نصغر من قيمتها فهي أولا ما نقولش ضعف في الديمنوماسي الجزائرية هناك مشاكل كثيرة في حدودنا ولكن تشوف أن كل حدودنا الآن فيه مشاكل موريطانيا تاريخيا نعرف المشاكل اللي كانت وخاصة في قضية السحراء الغربية مع المغرب الموقف تاريخية لموريطانيا نحن في الجزائر بكل صراحة ما استثمرناش في جيرينا وخاصة ونقولها كنت رئيس طلبة أننا مئات الألاف تعتربة الأفريق اللي قرأوا في الجزائر في الجامعة التانا وتكونوا والآن رأيهم مسؤولين وزارة واللي وصلوا رؤساء في الدولة نحن لم يكن استثمار ولم كانت علاقات دائما تربطنا بهؤلاء والعلاقات الدبلوماسية تبدأ بالعلاقات الخاصة والعلاقات الإنسانية بين الأطراف للأسف علاقاتنا لا تتواصل وهذا عدم التواصل فيها أشياء كثيرة تدخل وخاصة أن كيف دول تقف وراء هذا الأمر مع أنتها دول هي اللي تقف وراء هذا الأمر لا احنا شوف لما يكون الفراغ يعني لما يكون الفراغ نستمله وتعرف أن الجارة يعني المغرب هي تتحرك بقوة وخاصة في المنطقة السحل وفي إفريقيا وبالتالي نحن لابد أن نتحرك أقوى وهذه لازم ترجع للديبلوماسية تعناق والخارجية تعناق ونتأسف من هذا المنبر أنه في كثير من الأحيان جزائريين يعني يعني يدخلوا للسجن في كثير من الدول ويتعذبوا ويتصرر مذايقات ولكن الخارجية تعناق تسكت مثل الشباب التي رأوا موجود في مالطة كثير من 14 شب بإمكانياتهم بالفيزا التحمل ولكن بتأشيراتهم وراءهم في مشكل فأنا أنا نقول بالليل جزائري لما يكون في داخل البلاد ومحمي من دولة جزائرية وأيضا لما يكون في الخارج لابد أن يكون محمي من دولة موريطانيا هي قضية أنا نقول مفبركة ولكن في كثير من الأحيان رجع لنقص العلاقة القوية لكينام الجزائريين وكيفية التعامل مع موريطانيا وإذا كان الدبلوماسية تعنا ما تحركتش بقوة لأن نحن نشوف الآن رنم مالي موريطانيا المغرب صحراء الغربية تونس ليبيا يعني كل الحدود تعنا والجزائر عبارة عن قارة الآن كل حدود تعنا راه مهدد لابد أن نسرع لأن العمل الدبلوماسي أقوى بكثير من الحماية العسكرية أو العمل العسكري سيد بن عيد شكرا جزيلا لك على حضورك معنا تفضل بكلمة أخيرة سيد بن عيد كلمة أخيرا بالطبع نشكر قناة النهار تيفي على هذه الاستضافة ونقول أن الجزائر بلدنا صحيح أن أنا متفائل بقدر ما هذه المشاكل الكبيرة اللي موجودة في الساحة وهذا الفساد وهذا أنا متفائل لأن فيه جيل الآن نضيف جيل اللي جابش يخدم وقلتها في اللقاء تعالى الصحافة أن نحن نجينا بيد بيضاء بقلب أبيض ومستحل أن نسير بلدنا بالحقد مستحل أن نسير بلدنا بالظلم مستحل أن نسير بلدنا بالحيلة بلدنا لا تستطيع إلا بالوضوح إلا بالقلب الصافي إلا بالمحبة شكرا جزيلا لك سيد بيد إن شاء الله بلدنا تستطيع بالقلب الصافي والمحبة مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم قناعة مننا اليوم أفضل من الأمس ولغت أفضل إن شاء الله في الجزائر ومعي رئيس جبهة المستقبل تفائلوا بالمستقبل وقناعة مننا إن شاء الله دايما نقول لكم أدعو ربي علي عجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة